السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع في موضوع مادة إلكترونيات واحد ومادة النبائط والدوائر الإلكترونية في بعض التطبيقات على الدايود من ضمن تطبيقات المحتملة على الدايود دائرة الكليبر ودائرة الكلامبر المقصود بدائرة الكليبر اللي هو الليميتر سيركيت يعني بمعنى آخر إنه بإمكاني أعمل اللي هو بمعنى آخر إنه أنا في عندي إشارة واللي هي عبارة عن بإمكاني أحدد مقدار اللي هو الماكسيمم والمينيمم دالإشارة اللي أنا بدي أشوفها على الأوتبوت للدائرة اللي أنا شغال عليها من أبسط الأمثلة على دائرة الكليبر سيركيت اللي هي دائرة الهاف ويف ريكتي فير واللي موضحة بالشكل اللي أمامنا حيث هنا الدائرة تتكون من AC Voltage Source أو اللي هو احنا منسميه Alternative Current وديود وريزيستنس طبعا بدائرتنا هون نحن مستخدمين الـ Ideal Diode عشان هيك رح نشوف إنه الـ Input Voltage واللي ممثل هنا بالإشارة اللي بالخط الأسود المتقطع رح نشوف كيف رح نشوف إحنا شكل الإشارة على طرفي المقاومة الآن هاي الإشارة رح هي طبعا ما يميز هذه الإشارة الـ Input Signal إنها إشارة Periodic Time و Symmetrical على الـ X Axis بمعنى آخر أنها تمتد من الناقص مال نهاية إلى المال نهاية ومقدار الأمبليتود الموجب يساوي مقدار الأمبليتود السالب بمعنى أنه V Max تساوي ناقص V Max بيظل هون عندي اللي هي إيجاد أو تحديد نقاط تقاطع السيجنل مع الـ X Axis واللي هي ممثلة بالصفر والتي كابتل على الثنين والتي كابتل والثلاثة تي كابتل على الثنين والاثنين تي كابتل الآن كالعادة منحاولنا نناقش من خلال صفر إلى تي كابتل على الثنين خلال الفترة الزمنية هاي كم قيمة الـ V Input وهل قيمة الـ V Input كافية لجعل الدايود يعمل بحالة الفورورد أو غير كافية وحينها سوف يعمل الدايود بحالة الـ Reverse وبناء عليها يتم حساب أو قياس فرق الجهد على طرفي المقاومة خلال الفترة الزمنية من صفر التي كابتل على الثنين V Input كل القيم موجب وأكبر من صفر هذا يعني أن الدايود يعمل بحالة الفورورد لأن قيمة فرق الجهد على الأند أكبر من قيمة فرق الجهد على الكاثوت وبالتالي قيمة الـ V Out ستساوي قيمة الـ V Input لأننا استخدمنا اللي هو الـ Ideal Diode بينما خلال الفترة الزمنية من تي كابتل على اثنين إلى تي كابتل نجد أن كل قيم الـ V Input سالبات وأسالب وأقل من صفر هذا يعني أن فرق الجهد على طرف الأند أقل من فرق الجهد على طرف الكاثود وبالتالي فإن الدايود سوف يعمل بحالة الـ Reverse أي أن الدائرة هي Open Circuit وهذا يعني أنه لا يوجد أي تيار في الدائرة وفرق الجهد على طرفي المقاومة هو عبارة عن حاصل ضرب التيار في قيمة المقاومة وبالتالي فإن الـ V Output تساوي صفر هذا في حال ما أن تم استخدام الـ Ideal Diode إذا تم استخدام الـ Actual Diode ففي حالة الـ Forward يتم الاستعابة عن الـ Diode بمصدر جهد مقداره 7 بالـ 10 فولت وبحالة الـ Reverse Open Circuit لن يفرق شيء عن اللي هي الـ Ideal أو الـ Actual بين الـ Reverse وبين في حالة الـ Reverse إذن الفارق فقط هو أن قيمة الـ V Output تصبح أقل بـ 7 بالـ 10 وفترة الاستجابة لا تبدأ من الصفر بل بعد فترة معينة وسوف نأخذ مثال على هذه الحالة فيما بعد الآن نحاول وكالعادة نبدأ بمثال بسيط ومن ثم نبدأ بـ زيادة إمكانيات المثال وهنا بزيادة مصدر للجهد بطارية ذات طيار ثابت بـ Series مع مصدر الجهد الأصلي الـ AC اللي كان يغذي الدائرة بالحالة هاي رح نلاحظ أن يجب إيجاد الـ V Input Total لأن مصدرات جهد يؤثران على الـ Diode من نفس النقطة فهنا يجب حساب قيمة الـ V Input Total من أجل حساب قيمة الـ V Input Total لابد أن نقوم برسم الـ Two Signals السيجنال الأولى واللي هي عبارة عن ساين ويف سيجنال وهي بالخط الأسود المتقطع والسيجنال الثانية وهي عبارة عن خط مستقيم يمثل فرق جهد البطارية VB طبعا هنا الفرق الجهد VB بالنسبة للدائرة هو فرق جهد موجب ولذلك تم رسمه في المنطقة الموجبة أي أن صفر وهنا VB من ثم نقوم بحساب قيمة الـ V Input Total وهنا يجب أن نلجأ إلى هذه المعادلة أي أن V Input Total يساوي V Input زائد قيمة الـ VB كما نعلم أن الساين ويف تبدأ من الصفر ومن ثم تتزايد إلى أن تصل إلى قيمة الـ V Max أي أن عندما تكون الـ V Input تساوي صفر سوف تساوي الـ VB وهنا بالرسم نوضح العمر أن البداية لم تعد من الصفر بل من عند نقطة الـ VB وكلما زادت قيمة الـ V Input فإن قيمة الـ V Input Total تزداد إلى أن تصل في أحسن حالاتها إلى أن قيمة الـ V Input Total تساوي الـ V Input زائد قيمة الـ VB بينما في الشق السالب عندما تصبح قيمة الـ V Input تساوي ناقص V Max أي أن الـ V Input Total تساوي ناقص V Max زائد الـ VB أي الفرق بينهما وفي هذه الحالة نحصل على الشكل التالي أي أن قيمة الـ V Input تزيد وتقترب من الصفر على الرغم من أن الـ V Input الأصلية هي قيمة سالبة ولكن بتأثير الـ VB أصبحت قريبة من الصفر الرسم الثاني يوضح لنا أن الإشارة لم تعد Symmetrical على الـ X Axis أي أن الفترة الزمنية التي يكون فيها Total Input Voltage موجبا لا تساوي نفس الفترة الزمنية التي فيها Total Input Voltage سالب عكس ما كنا نشاهد في الحالات السابقة عندما كانت الإشارة Symmetrical على الـ X Axis من هنا نقوم بإيجاد نقاط التقاطع بين السيجنال الجديدة والـ X Axis فنجد أن لدينا نقاط T1 و T2 و T3 و T4 في كل فترة الزمنية ندرسها على حدة لنرى مدى تأثير الـ Input Voltage على الـ Diode هل هو يعمل بحالة الـ Reverse أم يعمل بحالة الـ Forward لنرى هنا الفترة الزمنية من صفر إلى T1 ونرى أن الـ V Input Total خلال هذه الفترة الزمنية أكبر من صفر وبما أننا نعتمد على الـ Ideal Diode إذن يكفينا أن يكون الـ Input Voltage V Input Total أكبر من صفر ومن ثم نرى أن الـ Input Total Voltage يؤثر على الكثد بينما الـ Anode موصول بالأرض إذن في هذه الحالة يكون الـ Diode في حالة Reverse فنرى أن الـ Diode يعمل في حالة Reverse إذا ما عمل الـ Diode في حالة Reverse فهذا يعني أن الدائرة غير مغلقة وبالتالي لا يوجد هناك تيار في الدائرة ويتبقى فقط أن جهاز القياس الذي تم وصله بين الطرفي الـ Diode سوف يقيس لنا V Input و V Input زائد الـ VB والتي كنا حسبناها سابقا والتي تمثل قيمة الـ V Input Total إذن سوف نرى الجزء هذا من الإشارة والذي يظهر هنا باللون الأحمر بينما خلال الفترة الزمنية من T1 إلى T2 نرى أن Total Input Voltage أصبح أقل من صفر إذن هذا يعني أن القطبية السالبة أو أن Total Input Voltage أقل من صفر إذن القطب الموجب من طرف الأنود والقطب السالب من طرف الكثد ففي هذه الحالة سيعمل الـ Diode في حالة الـ Forward عند عمل الـ Diode في حالة الـ Forward وبما أنه من النوع الـ Ideal فإن الـ Equivalent Circuit له Short Circuit وإذا ما قمنا بقراءة فرق الجهد على طرفي الـ Short Circuit هذا يعني أن فرق الجهد في هذه الحالة سوف يساوي الصفر بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة التي تليها ومن ثم المرحلة التي تليها وكما قلنا سابقا بأننا في كل مرة سوف نعتمد العمل على One Periodic Time of the Function لأن الإشارة هي إشارة لا تنتهي وتمتد من السالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية وهنا لا يمكننا أن نتابع كل الحالات ونكتفي فقط بحالة واحدة اللي هي One Periodic Time of the Function بعد ذلك ننتقل إلى مثال آخر أكثر سهولة من المثال الذي سبقه وهنا نتكلم عن اللي هي Basic Clipper Circuit والBased Clipper Circuit هنا يستخدم فيها فقط Input Voltage Source وResistance ودايود وكما تشاهدون في هذه الصورة فإن الإشارة بقيت Symmetrical على ال X Axis والإموت Voltage هو المرسوم بالخط الأسود المتقطة وإشارة الأوتبت فولتج هي المرسومة بالخط الأحمر نجد أن هنا فقط فترتان زمنيتان من الصفر إلى T كابتل على 2 ومن T كابتل على 2 إلى T كابتل وبدراسة هذان الفترتان نجد أن من صفر إلى T كابتل على 2 أن جميع قيم الـ V-Input أكبر من صفر هذا يؤدي إلى أن يعمل الدايود بحالة الـ Reverse لأنه موصول عكسيا مع الدائرة وبالتالي فإن قيمة الـ V-Output سوف تساوي قيمة الـ V-Input بينما في حال ما التقلنا إلى الفترة الزمني الثانية وهي من T كابتل على 2 إلى T كابتل فإن الـ Total Input Voltage سوف يكون أقل من صفر إذن سوف يعمل الدايود بحالة الـ Forward وبهذه الحالة سوف يكون مقدار فرق الجهد على طرفي الـ Short Circuit يساوي صفر هذه الدائرة تشبه إلى حد كبير دائرة الـ Half-Wave Richty Fire وبالانتقال إلى شكل آخر من أشكال السيريز Clipper Circuit نجد أن الدائرة التي أمامنا أصبح فيها أو يوجد فيها مصدران للجهد V-Input و V-B ولكن في هذه المرة نجد أن الـ V-Input يؤثر على طرف الأنود و V-B يؤثر على طرف الكثد هنا لا يوجد أي داعي لأن نقوم بحساب قيمة V-Input Total لأن الفرقي الجهد V-Input و V-B كل منهما يؤثر على الدايود من أحد الأطراف عندها يجب أن نعمل على عمل المقارن بين فرق الجهد عند الأنود و فرق الجهد عند الكثد بما أن قيمة الـ V-B constant و ثابتة بينما قيمة الـ V-Input متغيرة بناء على الـ SignWave فهذا يعني أنه يمكننا أن نرسم الإشارتين إشارة الـ V-Input وإشارة الـ V-B على نفس الـ Characteristics ومن ثم نبدأ بعمل مقارنة خلال فترات الزمنية كل فترة على حدة فلو رسمنا إشارة الـ Input على شكل الـ SignWave بالخط الأسود المتقطع و V-B حسب معلوماتنا السابقة أن V-B هي فرق جهد سالب في الدائرة لأن طرفه السالب موصول مع الدائرة و طرفه الموجب موصول مع الأرض إذن فهو فرق جهد سالب يتم رسمه في الجزء السالب من الـ Characteristics المرسوم أمامنا وهنا نقوم مرة أخرى بإيجاد نقاط التقاطع بين الـ Input Signal وخط الـ X-Axis وخط الـ V-B الذي يمثل الـ Direct Current من فرق الجهد الـ V-B لنجد أن الفترات الزمنية أصبحت تمتد من 0 إلى T-Cab2 ومن T-Cab2 إلى الفترة الزمنية الأخرى والتي نستطيع أن نقول أنها تساوي التي هي من 0 إلى T-Cab2 الفترة الزمنية الأولى ومن ثم من T-Cab2 إلى T1 وبعد ذلك من T1 إلى T2 وبعد ذلك من T2 إلى T-Cab2 أي أن الفترات الزمنية أصبحت معظمها يتركز في الجزء السالب من الإشارة لدراسة هذا الأمر نقوم بالتالي من 0 إلى T-Cab2 V-Input هنا حسب الرسم الذي أمامنا الـ V-Input قيم موجبة بينما الـ V-B قيم سالبة إذن الـ V-Input أكبر من قيمة الـ V-B عندها يعمل الـ Diode بحالة الـ Forward ولذلك نستطيع أن نقول أن قيمة الـ V-Output تساوي قيمة الـ V-D-On زائد قيمة الـ V-B بما أن الـ Diode هو Ideal Diode إذن نكتفي بأن نقول أن قيمة فرق الجهد على طرفي الدائرة على طرفي الـ V-Output على طرفي المخرج الدائرة هي V-B بينما خلال الفترة الزمنية من T-Cab2 إلى T1 والواقعة في المنطقة الضيقة هذه نجد أن أيضاً الـ V-Input ما زالت أكبر من الـ V-B على رغم أن الـ V-Input هنا سالبة والـ V-B سالبة ولكن على سبيل المثال الـ V-Input تساوي ناقص 2V بينما الـ V-B ناقص 5V إذن الـ V-Input أكبر من الـ V-B إذن يستمر الـ Diode في العمل بحالة الـ Reverse وبالتالي قيمة الـ V-Output تساوي قيمة الـ V-B بينما في خلال الفترة الزمنية من T1 إلى T2 فإن قيم الـ V-Input أصبحت أقل من الـ V-B أي أن الـ V-Input هنا يساوي 10V ناقص 10V بينما الـ V-B يساوي ناقص 5V عندها فقط سوف يعمل الـ Diode في حالة الـ Reverse وبالتالي فإن الطرف هذا من الدائرة يصبح Open Circuit ويتبقى لدينا أن الـ V-Output تساوي قيمة الـ V-Input لأن الدائرة تصبح مفتوحة ولا يمر هناك أي تيار في المقاومة R عندها الـ V-Output سوف تساوي قيمة الـ V-Input بعد ذلك نعود إلى الفترة الزمنية من T2 إلى T-Capital وهي تقع في المكان الضيق هنا وأيضا نعود إلى نفس المرحلة التي مررنا فيها عندما انتقلنا من T-Capital 2 إلى T1 أن قيم الـ V-Input سالبة ولكنها أكبر من قيم الـ V-B السالبة عندها سوف يعمل الـ Diode في حالة الـ Forward وبالتالي فإن فرق الجهد على طرفي الـ Output سوف يساوي فرق جهد الـ V-B هذا شكل من أشكال الكليبر سيركيت ولكن دعونا نرى الشكل الآخر الموجود في أسفل الدائرة في أسفل الورقة والذي يمثل دائرة تسمى إما الـ Parallel Paced Clipper Circuit أو الـ Double Limiter Circuit وهنا نرى أن الدائرة تحتوي على ديودين D1 و D2 وتحتوي على مصادر جهد اثنان أيضاً V-B1 و V-B2 DC Volt DC Current و V-Input AC Current هذا يعني أننا لدينا إشارة ساين ويف آتية من الـ V-Input ولدينا Positive V-Input V-B1 و Negative V-B2 لذلك يجب علينا أن نقوم برسم الـ V-B1 في الجزء العلوي من الـ X-Axis و V-B2 في أسفل الـ X-Axis و من ثم نقوم بعمل إسقاطات لنقاط التقاطع بين كل من الـ V-B1 و X-Axis و V-B2 و Assign Wave Input Signal وبعدها نقوم بتحديد الفترات الزمنية الموجودة خلالها على هذه الرسمة فنجد أن الفترة الزمنية من صفر إلى T1 والواقعة في المجال الضيق هنا أن قيم الـ V-Input أقل من قيم الـ V-B1 إذن الـ V-D1 سوف يعمل بحالة Reverse لأن الـ V-Input يؤثر على الأنود والـ V-B1 يؤثر على الكثد و من ثم نستمر بالمقارنة بين قيم الـ V-Input و قيم الـ V-B2 الـ V-Input قيم موجبة بينما الـ V-B قيمة سالبة إذن الـ V-D2 أيضا يعمل بحالة Reverse لأن القيمة الموجبة تؤثر على طرف الكثد بينما القيمة السالبة تؤثر على طرف الأنود إذن الـ V-D2 سوف يعمل بحالة Reverse عندها ستكون الدائرة مفتوحة من قبل الدي وان الريفيرس والدي تو الريفيرس إذن الفي اوتبوت على طرفي الدائرة سوف يساوي قيمة الفي امبوت بعد ذلك ننتقل إلى المفترة الزمنية الثانية من تي وان إلى تي تو والواقع في المنطقة ها هنا لنجد أن قيمة الفي امبوت أصبحت أكبر من قيمة الفي بي وان عندها الديو دي وان ستطبق على الانود لديو دي وان قيمة فرق جهد أكبر من كثد الديو دي وان عندها الديو دي وان سوف يعمل في حالة الفورورد بينما الديو دي تو ستطبق قيمة موجبة على الكثد بينما قيمة سالبة على الانود سيستمر في العمل بحالة ريفيرس وعندها ستصبح قيمة الفي اوتبوت تساوي قيمة الفي بي وان لأن الديو دي تو يعمل في حالة الاوبن سيركيت خلال الفترة الزمنية الثالثة والتي تمتد من T2 إلى T2 فإن قيم ال V-Input في هذه المرحلة تعود مرة أخرى لتصبح أقل من قيمة ال VB1 إذن الدايود D1 Revers بينما ال V-Input ما زالت أكبر من قيمة ال VB2 لذلك فالدايود D2 Revers عندها ال V-Output يساوي قيمة ال V-Input خلال الفترة بين النقطة هذه والنقطة ها هنا أيضا في العمل على الفترة الزمنية التي تليها من T2 إلى T3 ستصبح قيمة ال V-Input أقل من صفر ولكنها هي سالبة ولكنها ما زالت أقل من VB1 لأنها سالبة وال VB1 قيم موجبة إذن الدايود D1 سيستمر في ال Revers ال V-Input أكبر من ال VB2 على الرغم أن كلاهما سالب لكن كما قلنا سابقا الأولى تكون بمعدل مثلا ناقص 2 بينما ال VB تكون بمعدل ناقص 5 إذن هي أكبر منها فالدايود D يستمر بحالة Revers وتبقى ال V-Input تساوي ال V-Output تساوي ال V-Input خلال الفترة الزمنية من T3 إلى T4 عندها تصبح قيمة ال V-Input أقل من ال VB1 لأنها قيم سالبة فيكون الدايود D1 يعمل بحالة Revers وعندها أيضا قيم ال V-Input أقل من قيمة ال VB2 وال V-Input مطبقة على الكثد وال VB2 مطبقة على الأنود إذن على الأنود على الكثد أقل من الأنود إذن معناة ال D2 سيوفى يعمل في حالة L-Forward وتصبح قيمة ال V-Output في هذه الحالة تساوي ال VB2 نتابع الحديث عن موضوع آخر وهو أحد كما ذكرنا في بداية المحاضرة اللي هو دوائر لكلامبر وكما تشاهدون في الصور التي أمامي دوائر لكلامبر هي عبارة عن Clamping Shift the interior signal voltage by a DC level إذن كل ما في الأمر أن دائرة لكلامبر هي عبارة عن دائرة shift إما shift up أو shift down يعتمد على اتجاه الديود فإذا كان اتجاه الديود إلى الأسفل يكون shift down وإذا كان اتجاه الديود إلى الأعلى يكون shift up ما يميز دائرة الكلامبر عن دائرة الكليبر هو وجود المكثف والذي سوف يشحن بشحن تساوي فرق جهد المصدر في حال ما كان الديود يعمل بحالة L-Forward أي تغلق الدائرة وعندما تصبح الدائرة مفتوحة أي أن الديود يعمل بحالة الـ Reverse فيصبح فرق الجهد على طرفي المكثف هو عبارة عن مصدر جهد آخر في الدائرة لذلك لو نظرنا إلى الرسم الموجود أمامنا سوف نجد أن في بداية الأمر عندما تكون البولاريتز على الـ Input Voltage هي عبارة عن الفترة الزمنية من صفر إلى تي كابتل عثنين ستكون البولاريتز الموجب من الأعلى والسالب من الأسفل إذن الديود سوف يعمل بحالة Forward والمكثف سوف يشحن بفرق جهد يساوي فرق جهد المصدر بينما عندما تأتي الفترة الزمنية الثانية فرق جهد يساوي فرق الجهد المصدر وفرق الجهد على طرفي الأوتبوت يساوي فرق جهد الديود في حالة الـ Forward أي صفر ونلاحظ هنا أن قيمة فرق الجهد خلال هذه الفترة الزمنية انخفضت من VMAX إلى الصفر بينما خلال الفترة الزمنية الثانية وهي تي كابتل على اثنين لا تي كابتل سنرى أن البولاريتز عكست على الـ Input Voltage وبالتالي فإن الديود سيعمل بحالة الـ Reverse أي Open Circuit إذن فرق الجهد على طرفي الأوتبوت سوف يساوي V-Input زائد فرق الجهد على طرفي المكثف الذي شحنا في المرة الأولى بشحنة تساوي قيمة V-Input ولكن في هذه المرة سوف تكون القيم سالبة لأننا نسير عكس عقارب الساعة فنلاحظ أن قيمة V-Output هي عبارة عن ناقص 2V-Input وتستمر الحالة كما ذكرنا سابقا نأتي هنا إلى دائرة كليبر أخرى ولكن أضيف إلها فرق جهد V-B وهو عبارة عن بطارية أي أن لدينا